بحثت الحكومة مع خبراء الرأي الحديث والصرف بالبنك الدولي تنصيق المشترك في مجال دراسات التوسع في الاعتماد على الرأي الحديث في مصر للتحديد أولويات ومناطق العمل خلال الفترة المقبلة وخلال اجتماع لوزير الموارد المائية ورأي هاني سويلم مع خبراء البنك الدولي أكد الوزير أن الدولتات تبذل جهودا كبيرا لمواجهة التحديات المائية وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعية كما تمت خلال اللقاء منقشة مختلفة البدائل المستخدمة عالميا في مجال نظم الرأي الحديث مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية